بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هالفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر الناس اللي تيدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب نقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ان شاء الله نحط واحد الوصفة الناس اللي بغين يقلبوا على العمل وبغاوا يتقبلوا في العمل الناس اللي بغا يحصلوا على وظيفة وبغا يكونوا ان شاء الله مقبولين كينا بزافة البنات يقرأوا وتخرجوا ولكن توقف عندهم الحال تيكون ما عندهمش تسخير تيكون تسخير قليل عندهم اذا لا البنت ولا الولد الناس اللي تيكون عندهم هاد الحض القليل في العمل او توقيف الحال تنحط أسباب باش ربي سهل تنحط أسباب من القرآن الكريم مع عشوب طبيعية باش ربي يسهل من عنده اذا احبابي في الله الوصفة سهلة مهلة ولكن على حسب نياتكم ترزقون بالنسبة لي بالنسبة لي انا القرآن الكريم كله كله مزيان ولو تحطوا على قطعات سكر وتاكلوا غادي ربي يسهل لك ويفتح لك بواب الخير اليوم على حسب الطلب بالنسبة لبنات تيقولوا ما عندناش زهار ما عندناش تعسي عدنا تعسير في الأمور تعسير في الأمور تيديرو العين والحسد والإنسان اللي تيكون متبوع من الإنس والجن تيكون الإنس تيحسد والجن تيحسد إنسان تيكون قليل الحد وتيكون وقع لي عكسات وتيولي أنه دي ما تبعو النحس دي ما تبعو النحس إن شاء الله بحول الله وقوة الناس اللي بغين يقلبوا على عمل غد ينحاولوا نوضعوا واحد الوصفة خاصة بإذن الله الواحد القهار لتبسيط الأمور وتصخير الأمور إن شاء الله بحول الله وقوته الناس اللي عندهم وحد عندهم هذا المشكل عندهم هذا المشكل يحاولوا أنهم يخذوا قرفة بحال هذا القرفة اللي ستكون بحال قرفة جيدة في جلب جلب الحض بإذن الله الواحد القهار جيدة غد تكون فعالة غد نقربها إلى الفم ديالي وغد نحاول نوضعها في شيء آنية وغد نحط معها قطعة سكر غد نقرأ لهم صورة يوسف كاملة حتى نوصل الآية 30 ونكررها سبعة المرات هنقرأ صورة يوسف مرة واحدة ولكن من نوصل الآية 30 غد نكررها سبعة المرات ونكمل الآية نكمل الصورة كاملة هذه القطعة تكون مع القطعة السكر تكون مع القرفة تكون فوق القرفة لأن هذه غد نهزة معايا وهذا غد نتبخر بهم غد نتبخر بهم إما فحم وإما فوق الغاز فوق الغاز من غد نديرها غد نحط يدي هكا فوق الغاز نتبخر وندوزها على الوجه ديالي وعلى اليدين وعلى الصدر ديالي المهم نشم الرائحة ديالها أو نبخر قطعة ملابس الداخلية ولبسها إلا ما عندك الفحم لكن عندك الفحم تبخر كامل الملك تغلي تحطه فوق الغاز حاول أنك تحط اليدين ديالك وتدوز على الوجه ديالك والصدر والرأس ديالك أم قطعة ملابس ديالك داخلية اللي غتلبس من غادي تمشي تقلب على عمل أو أنك تجيك حض سعيد فرصة عمل إن شاء الله بالنسبة بالنسبة لي أنا هدو الوصفة غادي نقل نتبخر بها في مرة المغرب أو العصر لما عندوش وقت يتبخر بها إما صباح إما مع الفجر القرفة نقرية على صورت يوسف الصورت يوسف من واحد من الأول حتى الثلاثين حتى الآية الثلاثين وغادي نكرر الآية الثلاثين نكررها السبعات المرات ونكمل نكمل الصورة كاملة ونبقى نتبخر والفحم هذاك البقايا ديالها نهزها ونلوحها في مكان عاشب هاد السكرة غادي هاد القطعة غادي نهزها معها إما في قطعة التوب أبيض وإما في هذا قطعة توب أبيض ولا لليمينيوم هاد شي طريب ديال لليمينيوم ونزها معايا أما هاد غادي نتبخر به مدة أسبوع سبع قطع نحاول أنني لأن غادي إن شاء الله غادي تكون جدابة في جلب المطالب بالنسبة الناس اللي بغين يقلبوا على العمل أول حاجة نتوكروا الله النية الحسنة نصلي ركعتين توجه إلى الله نقرأ هذه الصورة الكريمة صورة يوسف نقرأ ها ليلة في الليل والصباح نتبخر بهذا المكون هي القرفة لجلب الحطود السعيدة في العمل إذن حاولوا تديرها إن شاء الله والقطعة من ساها لنهز معي إن شاء الله سيكون عندهم حد سعيد في جلب العمل يحاولوا أنهم يديرها وربي سهل بحول الله وقوتي إذن حبابي في الله ما بقى ليغين نقول لكم حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا عندي بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته